طب في قطر العطاء أنا قاعدة أنا وجوزي في القطر وبعدين طلب مني أن أسيب شغلي عشان أقدر أتفرغ له فأقومي من جنبي كرسي الملكة يعني أنا دلوقتي الملكة اللي قاعدة جنبه وروح يوادي بعيد شوية وممكن أي حد تاني يقعد جنبي بس أنت بتضحي عشاني عشان أنا عايزك تسيب الشغل أوي ما تسيبش أي شغلك علشان أي راجل الراجل اللي يطلب من مراده إنه هو يسيب شغله عشان تقعد في البيت تتفرغ لخدمته أو لخدمة ولاده أو تركز مع ولاده لازم تعرف أن المشاركة هنا عليك أنتو الاتنين هي مش أمي الوحيدها وإنت مش هتكون أب الوحدك هي لما هتشتغل في حاجات كتير في حياتها هتختلف فلو أنت هتقعدها من الشغل لعشان خدمتك أو خدمة ولادك ده كلام مش منطقي ولا بتعوضها ولو حتى قلت لها أن أنا هعوضك لا لو هتعوضها تعمل لها بيزنس خاص تديروه إنتو الاتنين وتكونوا شركاء فيه لكن جو أعوضك ده بيأسل أول سنة كده وبيديكي فلوس زيادة حبيتين أول سنة وبعد كده خلاص تبقى دايماً مخلي أولاده محتاجر زوجته محتاجر يفضل يزلهم بالفلوس طول الوقت يزل مراته بالفلوس يزل أولاده بالفلوس وزي ما احنا قلنا في البداية مفيش حاجة مضمونة فلو أنت ضمن الراجل النهاردة أنه بيصرف وهيشيلك وهيعملك في لحظة ممكن يتقلب عليك فقوع لو أنت ماشية وما اتفردتش في حق بيتك وما اتفردتش في حقه أيها دا فيه ست بتاستغيس كلمتنا بتاستغيس في البرنامج قلت لك بعد ما عملت كل حاجة في حياتي أنا لما عيت بيزلني بحق الدواء اللي بيجيبهولي يعني وضحت بشغلها وضحت بمعاشها في شغلها وبفلوسها وكل حاجة وتقول لك دلوقتي بيزلني عشان يجيب لي علبة الدواء فأنا احنا ليه نوصل لأطر التضحيات اللي يوصل للمرحلة فياقي أن أنا بموت وانا عادة لوحدي أو حد يزلني يجيب لي دواء أيها ست سندة ظهرها على شغل وحطة نفسها تارجد في حياتنا طب آخر حاجة ايو اي تي بي